ها هي أيام الدراسة قد عادت من جديد ومعها يتجدد الأمل في إخراج جيل صالح يتزين بالعلم ويتحلى بالدين والخلق ينهض بالأمة ويعيد لها ريادتها ومكانتها فنقول لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات نجاحك أيها الطالب نجاح للأمة كلها فلا تنهض أمة ولا ترقى سلم العز والمجد إلا باعتمادها على ربها ثم على شبابها فالجد الجد والعمل العمل احرص على اختيار الصديق الصالح واحذر من أصدقاء السوء فالصاحب ساحب والصديق عنوان صديقه النية الصالحة تبارك لك عملك فجدد نيتك واحرص على أن تنوي نفع المسلمين بعلمك فالأمة بحاجة إلى عالم وطبيب ومهندس ومدرس وقاض وطيار اجتهد في دراستك من أول يوم وحافظ على وقتك من البطالين ومضيع الأوقات فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع لا تتغيب عن المدرسة أو الكلية دون سبب قاهر وكن حازماً مع نفسك في هذا الأمر فالمعلومة التي تحصلها من المعلم تثبت في ذهنك أكثر من غيرها احترم معلمك واعرف له قدره فلا خير في أمة لا توقر علماءها ومعلميها حافظ على كتبك الدراسية وعاملها باحترام فهي غالباً ما تحتوي على العلم النافع الذي ينفعك في الدنيا والآخرة هيئ نفسك للمذاكرة باختيار الوقت والمكان المناسبين واستذكر دروسك في مكان بعيد عن الضوضاء وذيء ضاءة مناسبة قوي علاقتك بربك فابدأ يومك بصلاة الصبح وحافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم واجعل لك ورداً من القرآن الكريم واستعن دوماً بالله تعالى إذا استصعب عليك أمر في المذاكرة أو الحفظ والفهم فقل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً اصدر على المذاكرة والتحصيل واعلم أنك لن تبلغ غايتك إلا بتوفيق الله تعالى ثم بالعمل الدؤوب والسعي المستمر ولله در القائل فكابر المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر لا تحسب المجد تمراً أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر